برج الحمل انت اه حاليا طاق طاق غريبة شوية انت اه خايف من حد اوكي او دي كانت الاول لا دي اه خايف من حد او خايف من ردة فعل حد وطاقة الشريك محتار ممكن تكون الشريك اه مهددك بالرحيل ومحتار ما بين يرحل ولا مرحلش ممكن يكون الشريك عنده الطرف الثالث ومحتار ما بينك ومن حد ولذلك انت اه خايف جدا انه بجد يعمل اللي في دماغه ويرحل بعيد. اه باين جدا ان الشديك فعلا عنيد قوي ومصدر لك وشي مش لطيف. ده بتاعنا نشوف كده مشاعره ايه? مشاعرك. انت اللي عندك الطرف الثالث ولا ايه? شاكلك كده انت عندك الطرف الثالث. ممكن يكون هو كمان عنده طرف ثالث. هو كمان ممكن يكون عنده طرف ثالث. طبعا دي انا عملت توضحات كده عشان الناس اللي بتزعل من التفنيط. بتقول لك ايه الصوت التفنيط وحاجة جدا. دي بص يا برج الحمل. خلينا متفقين ان القراءة ممكن تكون عكسية. يعني انت مكانك هنا ده الشريك هو اللي هنا وانت اللي هنا. تمام كده? اوكي? عشان متفقين. لكن احنا هنقرأة على اللي انا عملت وان الشريك هنا وانت اللي هنا. طيب بص يا برج الحمل. الشريك الان في وضع التركب برقبك. برقبك ولكن مختفي عنك. اه اختفى عنك ليه? لانه بيفكر جامد قوي. ولما بيكون معاك ممكن يكون بتصعب عليه مسألة التفكير دي. يعني ممكن تكون بتزن عليه شوية بتقعد توجيه اللي تقوله اخلص بقى انا تعبت انت معلقني انت جزق والحاجات دي. تمام? فهو اه يعني مجمد مشاعره عليك لانه عنيت جدا ومختفي مختفي تماما. ممكن يكون عملك بلوك على الواتفاب. ولكن رغم هو بيفكر لسه. ما نهاش. واحد افتكر انه نهي يعني. لا 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 لسه ما نهاش. هو بيفكر. السيناريو الاخر ان هذا الشريك عنده طرف اخر وبيفكر ما بينك وما بينه ومش عارف يختار مين. يكمل معاك ولا يروح يبتدي بداية جديدة بعيدة عنك. طيب. هناك سيناريو اخر ايضا. حب انا اقول السيناريات. انتو اللي اتنين ركز معي بقى بس ايدا كبرج الحمر. انتو اللي اتنين عندكو طرف تالت. سواء انت رجع لك طرف تالت من الماضي او هو اصلا عنده طرف جديد او قديم. تمام? تمام. لان انت عندك هنا التلات عصيان والتلات كوبايات. فانا مش عارفة في الصراع غير تده. هي قدامي كده. انت عندك طرف تالت. وزهقت من العلاقة دي وعايز تنهيها وتروح للطرف التالت ده. حلو? حلو. فهو اكتشف ان عندك طرف تالت قال طب يلا. كويس او انك جيت في الوقت المناسب. انا كمان عندي طرف تالت. شخص عنيد على فكرة. هذا الشخص شخص عنيد. ويبين دايما للناس انا ما مية. وعندي بص بص يقول لك انا عندي كتير قوي. انت انت ولا ولا حاجة. يعني ايه كوباية تنقص ما بينهم مش مشكلة. انا فقور باللي عندك. فهو عنده طرف اخر ايضا وعايز يبتدي معاه بداية جديدة. حلو? حلو جدا. وانت كمان عندك طرف. ممكن يكون الطرف ده مش علاقة. ممكن يكون حد عارض عليك عرض. واحد متقدم لك. اه ابن خلتك ابن عمتك زميلة كوكي مثلا اي حاجة من الحاجات دي. ممكن تكون قلت له. مسلا. وممكن تكون مو قلتلوش. طيب. الشخص ده شايفك ازاي? بص بقى شايفك شايفك ازاي بقى. بص بقى يعني هو يعني هلوه زكي بهذا الزكاء الخارق مسلا هنقول مسلا على ايه. انه شايفك شايفك ان انت آأ انت اتغيرت. مش اتغيرتي للاسوأ. انت اتغيرتي للاحسن. فجأة. بدون اي مقدمات. من وحدة بتزن لوحدة هادية. طبعا ما بعبش على الزناني? خالص اوكيي? عشان مصبحتش يكوني لها يعني بتزن. من واحدة. بتطلب طلبات كتير جدا لخلق اي حاجة بترضى بيها. بنجدي مثال تاني. ما كنتيش محجبة اتحجبتي. تغيير عموما يعني. او كنت محجبة قلعت الحجاب. بدأت تهتم بنفسك. او بدأت انت كمان تهتم بنفسك. بقيت تهتم بحالك. فهو استغرب ايه ده? ايه التغيير المفاجئ ده? وانا جاي يمشي. تقومي متغيرة? بص شايفك ايه شايفك ان انت حرفيا مسيطر على حياتك. وان انت مبسوط جدا. ومفيش حاجة. هتمشي? همشي. هتبعد? هبعد. هتروح لطرف تالت? هروح لطرف تالت. مش لازم الطرف التالت يا جماعة يكون خيانة. ممكن يكون عرض اخر متقدم لي وانا مرتبطة. ولكن ايزا شخص اللي انا مرتبطة معاه شخص مش كف. مش كويس. فانا عايز اسيبه. عشان العلاقة كانت بايزة. فانت اتغيرت يا برج الحمل. اتغيرت. وما بقيتش بتاع زمان. ما بقيتش الشخص اللي ممكن يكون آآ ممكن تكون مسلا كان كل ما هيجي يمشي تمسك فيه. مسلا. ما بقيتش كده. بقيت يتم بنفسك. وتسيب كل حاجة بقى ورى ظهرك. حرفيا. وانك عايز تبتدي بداية جديدة. وباصص لقدام مش لورا. عشان كده هو عمال يقول في نفسه يعني هو يروح يرتبط. وانا هفضل كده لأ. طب خلي بالك بقى انا عندي طرفتين. يالله يا عمس. مفاجأة مش كده مفاجأة. طب هو هو شايفك كده. انت شايفه ازاي بقى بص بقى. فيه اختلافات مبينكو على فكرة. فيه اختلافات قوية كمان. ممكن تكون في التفكير. انت شايفه ان هو شخص مش عايز اقول خدعك. ولكن هذا الشخص رحل مرة وحدة. بدون ادنى مقدمات. فجأة 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 رحل من هذه العلاقة. شوف الجمال. شوف العلاقة. اربع وصيان ورد. ومسكين ورود وبنحب بعض. قلبت. قلب سوري. قلب الصبحة بسانية. في السانية قلب عليك. انت شايفه شخص ايه ده? ايه اللي ايه اللي خلاك تعمل ده كله? ما انتش فاهم. عشان كده انت زي ما تكون مش مصدق. انت مش مصدق اللي بيحصل. ده حقيقة? ده حقيقة انت مشيت من العلاقة فعلا ده حقيقة? انت فعلا نهيت مرة واحدة الشخص ده قفل عليك ما نور. لو هو قفل عليك عملك وكده كل حاجة فجأة مرة واحدة قفل عليك. ممكن يكون الشخص ده اكتشف ان انت فيه حد مقدم لك كارد. وممكن تكون مسلا قلت له بالليل انا متقدم لي واحد ام عملك بلوك. من غير ما يسمع. من غير ما يعرف التبرير. مشي. انه شخص عنيد. وما بيقبلش حد يهزمه اصلا. اصلا ميقبلش حد يهزمه. وما قبلش حد يقول له انا ماشي. هو اللي يمشي. اه بس هو عنده شخص تاني. عنده شخص تاني على حكرة. فانت شايفه انه هو اه اختفى مرة واحدة وهد المعبد علي فيه. موت المشاعر الحلوة. موت الاستقرار. كل حاجة وقع. كل حاجة. وقع على الرسيان دي. خليها رملة. لا ومع ذلك هو ما شايفك ان انت شخص اتغيرت. بس هو اعتقد يا برج الحمل لو فيه طرف تالت بقى السيناريو ده لو هينطبق عليكم. هو شعر ان انت اتغيرت للطرف التالت ده مش ليه هو. خالص. مش ليه هو خالص. طيب. فيه اختلفات ما بينكم. مش عارفة عليها اختلفات دينية ممكن. ممكن. ممكن تبقى اختلفات دينية. ولكن ممكن تبقى اختلفات عادي يعني. فكرية. ممكن تبقى اتنين من شبهة بعض ولكن اختلفات فكرية. طيب ايه الشيء اللي هو عايز يعملو? بص بقى. بص بقى وركز معي. الشخص ده عايز يشتغل على علاقة. علاقة قديمة او جديدة هو ما يعرفش. حتى الان. هو حتى الان محتاج. بس هو عايز يشتغل على علاقة. وعايز يبتدي علاقة اصلا. وعايز ينهي الصراع ده بقى. كفاية بقى كفاية. هو في صراع ما بينكم. تقريبا كل ما تيجي تتكلموا مع بعض تتتخنقوا. حاجة زي كده يعني. يعني كل ما تيجي تقوله كلمة يقولك اسكت بقى انا مش طيقك وكده ويقفل سكة في وشك ويمشي. فهو عايز يبتدي البداية الجديدة والصحيحة. سواء معك بقى او مع حد اخر. ولكن هو عايز ياخد قرار بشأن هذه العلاقة. حتى الان ولم ياخد ذلك القرار. بس بكل بساطة. لكن هو كل منيته ينيازي الصراع. سواء كان ببداية معك او بداية مع غيرك بقى ويمشي ويسيبك. انت كذلك شاعر ان هذه العلاقة كان فيها خداع. خدعك. مشي من العلاقة مرة واحدة. وانت انت بجد عايز تتغير على فكرة برج الحمل مش زار. وان كنت ما تغيرتش ابدأ. انت انت شخص جميل قوي على فكرة وعندك عندك 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 مشاعر التهيير. عايز تتغير. هيستغير حياتك. انت شاعر ان العلاقة دي. ايوة ايوة انت شاعر ان هذه العلاقة كانت علاقة مملة. او مش مملة. مش مملة بالمعنى الحرفي. ولكن كان بينقصها شيء. ايه هو بقى مش عارف تحط ايدك عليه. يعني هي فيها استقرار. فيه اتنين هم وقفين هم مبسوطين. بس في حاجة جوه العلاقة دي كانت نقص. ممكن تكون انت كنت مش فاهمها. او انت او انت مش فهمها. حاجة زي كده. ولكن انت الان في ثوبك الجديد. عايز تتغير. وده في علا مبس. مع المشن ده الساحر. يعني تغيير واضح وصريح وكل اللي هيشوفك يقولك انت تغيرت. انت عايز تستقر يا برج الحمال. عايز تستقر. انت عايز ممكن نقول ايه? عايز تتجاوز وتبتدي بداية جديدة بقى. كفاية بقى. فيه ازمة. فيه ازمة انت عايز تتخلص منها وترتاح بقى. ترتاح. وتقعد مالك كده زمانك. تخلص من الخناء الفاضية دي. تشاعر انه هو كل ما تروح تكلمه. يروح داحك كده ومش رادد عليك. تبليه عام بتعمل معي كده اول مش طيق. مش عايز اشوفك تاني. وعلى فكرة برضو ممكن تكون علاقة سلسية. ممكن تكون علاقة سلسية. هو عنده طرف. لكن انت مش عارفة عندك طرف ولا نشوف النصيحة في الاخرى. نشوف الكلام ده. لكن انت عايز تغير حياتك. تاعيز تستقر. انت عايزة تبقي ام. عايزة تتجاوزي. بالزبط انت عايزة تتجاوزي انا مش بغذر. والشخص ده ممكن يكون كل ما. الشخص ده مكانش واضح. بالزبط. الشخص ده ما كانش واضح معك. كان فيه غموض من ناحية مشاعره. ما كنتش فاهمه. هو عايز جواز ولا عايز آآ لعب عياله ولا انت عايز ايه بالزبط. مش مش راضي يوضح. لانه في طرف تاني في العادية العلاقة. في طرف السورية التالت. عشان كده ما كانش واضح. ما انت مش فاهم هو بيعمل كده لايه? وعدين من كل شوية يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح يمشي ويروح ما انتش فاهم في ايه. ايه يا عم عمال تخرج وتيجي تخرج وديجي. انت انا طبيبت عشان كده وحاس ان انت اتغيرت. اتغيرته ومستعد انك تبني حياتك من غيره خالص. انت ممكن تلغيه تمسحه باستيكة. انت جايلك عرض على فكرة. صح كده. انت جايلك عرض خطوبة. ده اللي هنشوفه تاني. انت جايلك عرض خطوبة. عرض زواك صريح. فيه شخص جاي يقولك تعالى. عالى بقى انا انا متقدم لك وشخص شخص حلو قوي. انت عايز تستقر. عايز تستقر وتتقدم للامام وتترك تلك العلاقة. تترك تلك العلاقة. فا فا فا. لكن هو هو عايز ياخد قرار. شخص ده متردد. وعنيد. وما بيلساش على بره. ويتعب هو تخصص تقريبا كده بيتعب اللي حواليه وخلاص. بس. يغش في العلاقة يتعب اللي حواليه ويمشي. يديك شهات مشاعر يحسسك بان انت ملكة الكون في ايدك. وبعد كده يجري. يا عام عايز ايه? انا معرفش انا عايز ايه. انا معرفش عايز ايه. انت ممكن تكون بتتعامل مع اه برج ايه ربي. برج الحوت. القوس. اه برضو. انت اوكي? وبرج هوائي. وبرج مائي. وبرج الدلو. وبرج اه برضو ايه? هنشوف تاني. والسرطان. السرطان والطور. سرطان والطور. طيب. هذا الشخص بقى وده الغريب بقى. ده الغريب اللي انا عارفة ان المعظم الناس اللي هتشوف دلوقتي هتستقل. الشخص ده ممكن يكون بيين لك. بيين لك ان هو مهمل وانه مش بتاع جواز مسلا. وانه شخص متردد وكان فيه طرف تالت وكلام ده. ولكن كانت هذه العلاقة بالنسباله اه علاقة زا ستار. وعلاقة جميلة جدا. وتحقيق امنيات. هي كانت امنية. امنية في ايه بقى? هو شايف ان العلاقة دي كان فيها حب على فكرة. والله مش 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 هزاري يعني. انت ممكن تكون مش شايف ده. وشايف ان العلاقة عشان كده هم متردد يا برج الحمل. عشان كده مش راضي يرسيك على بر. انت كل ما تقوله احنا هننهي ولا هنرجع ولا 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 هنرجع. فهم مش عارف محتار. لان هو شايفك والأس الفانتكالز. انت حقيقة في حياته. انت حب. وشايف ان هي لو قدم لها كاس الحب هتبقى حاجة حلوة هتبقى علاقة مصمرة. شايف كده. هي كانت امنية بالنسباله هدي العلاقة. هو شايف كده دي وجهة نظره. انما انت وجهة نظرك انها علاقة فيها فيها صعوبات. بالزبط زي ما قلتلك. في حاجات فيها ندم. فيها ندم. في شخص بيدي ويجري. شخص بيندم اللي معاه على انه دخل معاه علاقة اصلا. يعني هو ده المعنى الدقيق يعني. وشايف ايه كمان. بالزبط انت شايف ان هو كان معلقك. وكان ما كنتش فهمه. ايوه هو شخص مش مفهوم. غامض. شخصة غامض. شخصة غامض مش مفهوم. شخص متحكم قوي مسيطر. ويحب يسيطر على اللي معاه قوي. ويمشي على كيفه. وانا غامض وهفضل غامض. انت متتحكي مش فيها. لو راجل انت متحكمش فيها. ولو ست. ملكش دعوة بي. انا قرر وقت ما قرر. وكان ما علاقك معاه. وهو ما بارد. شخص بارد. ما بيحسش. اوكي. انت عايز تمشي بقى. عايز تبص لحاجة تانية. انت بصص لحاجة تانية. مش بقولك انت في حد ما قدمك عرض. انت بصص لشيء تاخلي. عايز تمشي وترحل من هزي العلاقة. ممكن يكون لان هو شايفة كده. فممكن يكون فعلا عايز بداية جديدة معك. بعد كل الليلة دي كلها كده. عايز بداية جديدة. ولكن لم يقرر بعد. ممكن في شهر التمانية ما يقررش خالص. طيب النصيحة ايه بقى? طيب. بص هيبرج الحمل. والكلام ده تاخد به او ما تاخدش به. العلاقة دي علاقة سلسية. اوكي? اه طرف ده عنده طرف تاني. عنده طرف تاني. ماشي? اه وانت عندك عرض. في حد مقدم لك عرض. اوكي? النصاحة بتقول لك امشي بقى من وجع القلب ده. انت موجوع على فكرة. موجوع مش ظهر. فامشي بقى من وجع القلب ده. واخد قرار حازم بالرحيل. خد قرار حازم. انت مش عارف. انت كمان محتور. خد قرار حازم بالرحيل وارحل الى علاقة اخرى. بالزبط كده. لو متقدم لك عرض تاني يا برج الحمل. روح له. لان ده العرض الصح. ده قدرك. ربنا بعت لك عرض لطيف. لو متقدم لك شخص تاني. خطوبة. اه علاقة تانية. علاقة جدة. علاقة جدة مش ظهر على فكرة دي. لو لو شخص متقدم لك. فدكرتك اصلا دكرتك. دكرتك. ارجع بقى لاصلك والذاتك. وقفل على الموضوع ده تماما. خد قرار حازم بانهاء وجع القلب ده. ده وجع قلب. الشخص ده هيفضل يروح وييجي. يروح ويجي ومش هيستقر لانه شخص متردد. وعنده طرف تاني ومش عارف يعمل ايه. فانت تقول له بص انا هريحك. انا ماشي. اعمل اللي تعمله بقى. انا رايح لعرض تاني. انا رايح لحد تاني. في حد تاني احسن. في حد تاني احسن. لا اكتر ولا لا. الموضوع صعب. الموضوع صعب. طبعا الموضوع صعب. طب نشوف لك كده. لو في عرض تاني. العرض ده ايه? عشان برضو نبقى متأكدين. هلا هناك عرض اخر. انت عايز تنزلي. اه اه اه. اتفضل يا سيدي. اتفضل يا سيدي على الاستقرار. توقم الروح يا سيدي. يا سيدي يا سيدي. يلا يا عم بست. خطوبة. انت عايز تتجاوز. مش بقول لك انت عايز تتجاوز. او انت عايز تتجاوز. اصلا مش لازم تكون دي ست يعني لو راجل بتتفرج. انت عايز تستقر. لان هنا برضو عندي الراجل اهو. بص. ده جز دي. ده جز دي اصلا. فلو انت راجل يلا يا عمد. خش على دي على طول. خش عليها وقول لها مساء الخير. مساء الخير فضل الكوباية. يلا انطلق يا برج الحمل. انطلق هذه العلاقة فيها وجه قلب. الشخص ده اه اه شايف العلاقة كان فيها حب وكان فيها حاجاته كانت نجمة هو هو هو. ولكن هو مش هيتغير. هيفضل الشخص الحيران. هيروح ويجي. يروح ويجي ما بينك وبانطرف اخر. طب وعلى ايه? انا ماشي. انا ماشي. همشي لعلاقة تانية. انا عايز استقر. عايز اتجاوز. عايز اراحة. مش عايز اواجع قلب. عايزين الكارت ده يبقى مقلوب يا برج الحمل. مش عايزين ده. ده وجع قلب. ارحل من وجع القلب. انا هعتبر الكارت ده مقلوب يا برج الحمل. هعتبره مقلوب. هعتبرك هتوعد عليك بعض الفيديو ده انك تقلب الكارت ده وطرحل من هذا الشخص. طرحل منه تماما. اوكي? خلينا متفقين على كده. خلينا متفقين على انك اراحل من هذا الشخص. في تو امروح جاي لك. في تو امروح جاي لك. في شخص تاني هيجي لك. لكن هذه العلاقة علاقة ثلاثية وهتكتشف ان انت احتمال اصلا بعد ما تسيب هذا الطرف هتلاقي خطب. او دخل في علاقة تانية. احتمال وارد. احتمال وارد يعني. مرسيك جدا يا برج الحمل اتمنى ما تكونش ازعاكتكم. واتمنى ما يكونش. يعني انا عايزاكم يبقى مشاعركوا. يعني ده كارتك. راح فين كارتك? انا عايزك تبقى شبه الراجل ده. ده كارتك اصلا. انت لو جاء لك حد من برج الحمل شبهك خده عشان ده وامروحك. خد الكارات بقى ورحل من هزي العلاقة. يا رب تكون الكراءة عجبتكم. الكراءة للمرة الست ومئة. ممكن تكون عكسية. شكرا لكم يا رب ومسيديكم. ترجمة نانسي قنقر